اشتركوا في القناة وهذا هو الرقم 9 يساوي 9 فهذا 6 زايد يعطينا 9 و7 زايد 4 يعطينا 11 فهي غير متساوية فهنا لدينا 5 و5 لكي تساويها مثلا لدينا 7 زايد 3 تساوي العشرة هنا لدينا 5 و7 و2 مثلا لدينا 10 و2 فهي تساوي 12 هذه هي الإجابات الآن ننتقل للسؤال اللي بعده مثلا هنا لدينا 4 و4 لكي تعادلها هنا لدينا مثلا 17 و7 مثلا لدينا مثلا لدينا 11 و6 11 و6 تساوي 17 كذلك هنا لدينا مثلا نكتب 5 و8 تعطينا تعطينا 13 مثلا هنا لدينا 6 و9 أيضا تعطينا 15 هنا لدينا مثلا 8 و1 عفوا هنا 8 و3 يعطينا 11 كذلك هنا لدينا مثلا نكتب 9 و11 تعطينا 20 هذه هي الإجابات طبعا يستطيع الطالب أن يستخدم هذا الخط لكي يحصل على الإجابة الصحيحة الآن ننتقل إلى درس العد بالاثنينات والثلاثات عنا أبدأ من الرقم 2 عد بالاثنين حتى الخمسين حوط باللون الأحمر كل عد تقف عليه مثلا هنا لدينا اثنينات فمثلا لدينا هنا نبدأ بالاثنينات نبدأ بالاثنينات مثلا لدينا اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر ثمانية عشر عشرون اثنان وعشرون أربعة وعشرون ستة وعشرون ثمانية وعشرون 32 36 38 42 46 49 50 العدد الملون الأول هو والعدد الملون الثالث طبعا الأول هو 2 عفوا نستخدم هذا القلام هنا لدينا 2 العدد الملون الثالث لدينا 6 والثاني 4 والرابع 8 الآن ابدأ بالعدد الثلاثات حتى تصل العدد 50 باللون الأزرق نستخدم اللون الأزرق ونعد ثلاثات لدينا هنا 1 3 كذلك 6 والتسعة 13 16 19 23 23 26 29 23 33 39 39 43 43 40 50 trespass 40 40 40 40 41 32 41 41 41 43 41 42 42 42 42 43 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2 طبعا هنا وقفنا عنده عندنا الرقم الأول الملون هو طبعا ثلاثة هنا لدينا ثلاثة والملون الثاني هو ستة والملون الثالث هو تسعة والملون الرابع هو اثنى عشر املأ الفراغات الناقصة هنا لدينا ثلاثة طبعا زدناها ثلاثة عطانا ستة زدناها ثلاثة ايضا عطانا تسعة هنا كل مرة نزيد اثنان فستة زائد اثنان ثمانية وثمانية زائد اثنان عشرة هنا خمسة زائد ثلاثة خمسة عشر زائد ثلاثة يعطينا ايضا هنا زائد ثلاثة يعطينا واحد وعشرون يعطينا واحد وعشرون الآن ننتقل لسولي بعد لحظات هنا نزيد اثنان فتعطينا ثمانية وعشرين زائد اثنان يعطينا ثلاثون كذلك هنا نزيد اثنان يعطينا ستة وثلاثون هنا لدينا كل مرة نزيد ثلاثة هنا لدينا تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون لدينا هنا اثنان واربعون كذلك هنا لدينا خمسة واربعون الآن ننتقل لسؤال اللي بعده قص الشكل إلى نصفين تحدث إلى زميلك لتسمية الأشكال الجديدة طبعا هنا مثلا قص هذا الشكل إلى نصف عفوا من قص الشكل إلى نصف كذلك هنا قص الشكل إلى النصف وإيضا هنا إلى النصف كذلك هنا إلى النصف كذلك هنا وهنا كذا قسمنا الأشكال إلى النصف الآن ننتقل لسؤال اللي بعده ضع إشارة صح أسفل الشكل الذي تراه إلى النصفين وإشارة خطأ طبعا هذا خطأ لأنه ليس من نصفين هذا صح هذا خطأ وهذا صح الآن ننتقل لسؤال اللي بعده يجب أن يحصل كل دب على كمية نفسها كما هي حاصلة لكل دب طبعا هنا لدينا ما هي حاصية كل دب طبعا لدينا الكيكاك كل واحد يأخذ كبكيك واحدة هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة كل واحد يأخذ ثلاثة هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة كل واحد يأخذ اثنان هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كل واحد يأخذ خمسة هنا كل واحد يأخذ اثنان والعصير كل واحد يأخذ واحد هذه هي الإجابات الآن ننتقل إلى قرب لعشرة طبعا هنا لدينا 11 كيف نحصل على هذه الإجابة؟ فنسوء 11 ناقص 9 كم يعطينا 11 ناقص 9؟ يعطينا 2 فنكتب 2 كذلك هنا 11 ناقص 7 11 ناقص 7 يعطينا 4 كذلك هنا 9 ناقص 4 9 ناقص 4 تعطينا 5 كذلك هنا 11 ناقص 5 11 ناقص 5 تعطينا 6 كذلك هنا 11 ناقص 3 تعطينا 8 فالإجابة 8 الآن نقوم بحل نفس الطريقة هنا 9 ناقص 3 تعطينا 6 10 ناقص 5 تعطينا 6 كذلك هنا 3 وهنا 8 وهنا 3 هنا 2 هنا 14 وهنا 1 وهنا 5 وهنا 6 هذه هي الإجابات 9 الآن ننتقل إلى حل السؤال اللي بعده عفوا هنا ليست 5 5 هنا 9 ناقص 7 يعطينا 2 هنا 18 10 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 هنا سبعة وعشرون هنا سبعة وعشرون هذه هي الإجابات هنا يقوم الطالب بعد هذه الأرقام هنا لدينا عشرون واحد وعشرون ستة وعشرون فنكتب ستة وعشرون هنا لدينا خمسة عشر ستة عشر ستة عشر هنا لدينا عشرون واحد وعشرون ستة وعشرون فنكتب ستة وعشرون هنا لدينا عشرة خمسة عشر ستة عشر فنكتب ستة عشر هنا لدينا أيضا ستة وعشرون هنا لدينا أيضا ستة وعشرون كذلك هنا لدينا كام؟ إحدى عشر وهنا لدينا كام؟ واحد وعشرون هنا لدينا كام؟ اثنان وعشرون كذلك هنا لدينا كام؟ ستة عشر وهنا لدينا كام؟ اثنى عشر وهنا لدينا كام؟ ستة وعشرون هنا لدينا 11 وهنا لدينا 21 وهنا لدينا 22 هنا لدينا 35 هنا لدينا 12 وهنا لدينا 7 ريالات طبعا هنا يقوم الطالب بكتابة أي أرقام مثلا 5 1 2 5 5 3 2 3 4 فيحسب الطالب هذه الريالات 5 6 7 8 فيكتب 8 هنا لدينا 13 هنا لدينا 9 هنا لدينا 12 هنا لدينا 9 ويضا هنا لدينا 9 هذه هي الإجابات كم واحدة يمكن أن أحمل بيدي؟ طبعا مثلا نقول أربعة هنا نقول واحدة هنا مثلا نقول اثنان هنا لدينا قدر على المكعبات يمكن أن تضيفها في كل وعاء ثم يملأ المكعبات طبعا تقديري مثلا أربعة طبعا هنا يقرب الطالب في وضع المكعبات ويتب الرقم هنا مثلا تقديري اثنان فيقومت طالب بيدي